ايه؟ ونرجع نحل الكلام يسعيد انا كنت تلميذة الاستاذ الدكتور سامي من 1984 وكان يدرس لنا مادة مدخل الى الاعلان وكنت دايما من النوع المشاكس كده يعني اعود دايما لوحدي على بنش في الشمال فدايما كان يقولي العسكري اللي قاعد لوحده هناك بيعمل ايه؟ وتعالي عوضي معنا اقوله لا يا دكتور فكان بيحترم دايما رغبات الطلبة دكتور سامي انسان حبيب العمال وحبيب الطلبة وحبيب الدكترة وحبيب الموظفين انسان بجد عطاقه لا محدود مبدع قادر انه هو يخرج التقاط الابداعية الموجودة عند كل واحد فينا دايما عنده افكار تطويرية الدكتور سامي عبدالعزيز افتكر له برضو موقف جميل جدا وانا طالبة كان بيحب يلعب كرة قدم اعتقد مع الفنان هاني شاكر كانوا عاملين فريق فنادي النيل تحت كبر الجامعة بتمشى انا واصحابي وفجأة ببص الدكتور سامي عبدالعزيز بيلعب يا دكتور سامي وانشاور له من بعيد يا دكتور سامي وكان طراحة رياضي يعني رائع اكتر من رائع وعنده عشق كبير جدا لكرة القدم دكتور سامي دكتور سامي متخصص عندنا هنا في التسلطات التسويقية المتكملة عامل كتاب مهم جدا مسميه اعتقد من الصبونة حتى الرئيس حاجة كده التسويق من الصبونة حتى الرئيس لانه بيركز قوي على الحاملات الانتخابية وعنده قدرة انه هو يسوق اشخاص كما يسوق المنتجات دكتور سامي حريك استاذي غالي علي جدا حريك عارف معزتك في قلبي وقلب الجميع ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك ويعلي شأنك دايما يا دكتور سامي دي اجابة التاريخ كله بكتورة سورية بقى يعني هي قلت لك كذا تعبيد من تابل